الازمة المصارى حاليا بين النادي الاهلي والكابتن هناء حمزة نائب رئيس اتحاد الكرة طائرة في مصر خدت ابعاد مش لذيذة شوية يعني انه انا كنت متخيل انه كل طرف لديه اوراقه ولديه مستندات وبالتالي يتقدم بها بس خلاص يعني اذا مثلا طلعت كابتن هناء حمزة شايفة انه النادي الاهلي زور عليك فورا تروح للنيابة يعني انا عجبني اتحاد الطائرة في موضوع اللعيبة سرقة عود اللعيبة عمل شيء رائع العودة سرقة انا في النيابة انا في النيابة فالولد محبوس خد اربعه في خمستاشر وحتلقى مفاجآت بالجملة يعني في هذا الامر وعلى فكرة يقيني او مش يقيني يعني اللي انا عرفته يعني انه اتحاد الكرة الطائرة بريء تماما من هذا الامر هو ولد موظف عامل في البوفي بحتفظ باسمه يعني انا قلت اسمه حتى على اسم حكم دولي عندنا يعني بس هو مش هو يعني حكم اسف حكم عادي عندنا فهنا انتظر نتيجة التحقيقات عشان تبين ايه الموضوع لانه الموضوع فيه مفاجآت مدوية يعني ده واتحاد الكرة بريء تماما من هذا الامر اما في الموضوع مارين متوليه بالتأكيد مارين مصطفى بالتأكيد بنتنا يعني مش عايزة كلام قصة بقى انه فيه تزوير وفي ما فيش تزوير على طول يا كافتني هنا اروح النيابة طالما فيه تزوير لانه النادي الاهلي راح راضد راح مطلع الصور والبنت بيتوقع يعني ومعلوماتي انه النادي الاهلي ما بيديش فلوس في اليد دي معلومات المؤكدة يعني انه بينزل الفلوس بتنزل في الحسابات يعني حدش بياخد فلوس في ايدي يعني كلها بتنزل في الحسابات يعني فاي حد عنده شك في اي حاجة على طول يروح للجهات الرسمية والمسؤولة ويبلغ طالما انت حضرتك شايفة انه حصل تزوير في عقد بنتك وما تستنيش جري على النيابة جري بلاغ تقولي فيه تزوير وفيه 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 الصور اللي نزلة بالفيديوهات من الصور عادية هي عكس كده تماما لكن الله اعلم قد يكون في الامور امور يعني هي ام وخايفة على بنتها وهذا حقها تماما والنادي الاهلي نادي طول عمره معروف بمبادئه اخلاقه واحترامه وانضباطه وقيمه واصوله وعمرنا ما سمعنا في حياتنا في تاريخ النادي الاهلي على هذا الامر لم نسمع به مطلقا لا في كرة اليد ولا في كرة الطيرة ولا في كرة القدم ولا في اي كرة خالص فخلينا منتظرين افضل انه الامر يبان بس طبعا لما بنتكلم على النادي ففيه اسلوب فيه طريقة بنتكلم بها خاصة لما يكون هذا النادي صاحب فضل اشتركوا في القناة